خلينا تعرف على التفاصيل أكتر عن هذا الموضوع التحديد من المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة ري بسهاج الموجود معنا عبر الهاتف سبع الخير على حضريك يا فندم ويعني بعد التحية خلينا نعرف من حضريك ونعرف السادة المشاهدين النسب المستهدف تنفيذها في أعمال تبطين وتأهيل الترع بمحافظة سهاج قد إيه يعني الأطوال قد إيه نعرفنا أنه تم تنفيذ أطوال بالنسبة تبعه 70% سبع الخير على حضراتكم سبع الخير على جميع السادة المشاهدين في البداية أحد بقول أن المشروع تأهيل وتأطيل الترع وأحدى المشروعات القومية الأملاقة التي تقوم بتنفيذها وزارة المياه المياه والرأي والمشروع ده عشان توفير حياة كريمة للمزارعين في جيف مصر عشان المشروع ده يساعد على سرعة وصول المياه للنهاية المشروع في البداية كان له عدة أهداف أول هدف يمكن الحفاظ على المياه المستخدمة كما ونوعا ورفع كفاءة استخدام لوحدة المياه وتأليل الثوائد خلال شبكة الترع وبرضه المشروع كان بيهدف لتحسين حلق الرأي بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهاية للزرامات المقاررة في الترع المتعار المشروع ده برضه من ضمن الأهداف بتاعته كان خلق جسور جديدة للترع من البرين وأعدت الأورنيك بتاع الترع للأورنيك التصميم بتاعه زي ما اتعمل وزي ما اتصنل بالنسبة للمحافظة سهاج احنا كان عندنا 45 عملية تأهيد بإجمالي 197 ترع ترع بإجمالي أطوال 580 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي مليار و355 مليون جنيه تم الانتهاء فعلي فعليا من 101 ترع بطول 240 كيلو بنسبة 100% وجال العمل في باقي الترع بعدد 96 ترع بأطوال 340 كيلو بلغت نسبة التنفيذ في الأطوال الباقي دي 58% تم الانتهاء بالفعل في داخل محافظة سهاج من 440 كيلو متر طولي بالنسبة على التجاوز 75% وجال العمل على الوجه الأكمل لانتهاء من جميع الأطوال المطلوبة داخل المشروع عظيم باش مهندس حدق قلت ان احنا خلصنا 101 ترع لحد دلوقتي تمام تمام طيب الترع اللي تم الانتهاء منها دلوقتي هل لسه في مشاكل في المزارعين احنا كان عندنا مشكلة ان المياه بتوصلش لنهاية الترع هل لسه في مزارعين بيشتكوا طبعا حب اوضح برض ان اتفاضلت حب اوضح ان المزارع لما بتقت في الأول في المشروع ده اختار الترع المتعبة ويعني متعبة يعني المياه مقدش بتوصل بسهولة للنهاية احنا عندنا هنا نظام من أعوبات خمس تيام عمالة اللي بنتفتح فيها المياه وعشر تيام بيتقتل فيهم الترع المياه عن الترع في خلال الخمس يام كان بيبقى فيه صعوبة في بعض الترع لوصول المياه للنهاية وبالكاد بتوصل في اليوم الأخير لغير الزراعة دلوقتي الحمد لله بعد انتهاء من مشروع التبطيل للترع دي مجردنا بنفتح المياه من الفم خلال التعاد بتوصل المياه للنهايات وبالتالي جميع المزارعين في رضا تام عن هذا المشروع ويعني انا بناشد من خلال القناة الاولى والفضايا المصرية جميع المزارعين انها تتحافظ معنا على هذا المشروع صحيح ده مشروع ده مشروع قومي وده مشروع بتاعهم وعايزين نحاسة المزارع وبالتالي هذا المشروع فيعني يليد بلاش موضوع القاء المخلفات الزراعية ومخلفات المنزلية داخل المجال المائية لان دي برضو بتستنزف مقدلات الدولة في التطهير وكلام من ده احنا بعد ما خلصنا مشروع التبطيل مفترض انها يعني التطهيرات هتبقى في اضيق الحدود لكن احنا نضطر ان احنا يوميا نبتد نشير قمامة من داخل المجال المائية نشير مخلفات الزراعية من داخل المجال المائية لا احنا كده عملنا المشروع ده عشان نحافظ على المية المستخدمة كما ونوعا يعني كمية المية اللي بتوصل للنهايات كافة للغاية الزمام وبرضو بنهدف ان نوعية المية تكون نوعية جيدة للاستخدام ما تكونش نوعية سيئة نشوف حياتك في الصور المية نضيفة جدا داخل المجال المائية اجتدلنا نعمل خلق الجسور على بتلعب نجالبين لسلط الحركة والمرور فبالاش الناس تتعدى وبيتدو غير من سلوكنا ونحافظ على هذه المجال المائية طبعا يعني احنا بنؤكد على كلام حضرتك يا فنب يعني شايفين الحقيقة زي ما احنا شايفين تطوير وتأهيل احنا كمان مفروض يبقالينا دور ان احنا نحافظ على ما تم تطويره على اللي حصل انه ما نرجعش تاني نعيد الكرة ومرة تانية الترع يتم تلوثها مرة اخرى يبقى اننا ما عملناش حاجة احنا نشكر حضرتك يا جزيز شكرا المهندس مجد ابراهيم وكيل وزارة الرأي بسهاج شكرا لكم على كل هذه الاضحات